تحت مسمى حماية السلم الأهلي وإنقاذ الاقتصاد في البلاد تحاول قوى العهد الرئاسي إعادة تلميع صورة ميليشيا حزب الله وتبرئته من مسؤولية الأزمة اللبنانية هكذا وصف المقاطعون لمؤتمر بعبد الحوار الذي أطلقه الرئيس اللبناني ميشيل عون هذا الوصف يعد منطقيا بحسب معطيات الواقع وتحديد المفاعل المسببة للأزمة الاقتصادية والتدهور الأمني وخصوصا بعد الأحداث الأخيرة في طرابلس وبيروت مؤتمر بعبد أوجد حالة فرز سياسي جديد أعادت للأذان ما حصل عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وسط مؤشرات توحي بإمكانية تشكيل جبهة سياسية عريضة لمواجهة الائتلاف الحاكم بقيادة قوى الرابع عشر من آذار وعلى راسها حزب المستقبل وخصوصا بعد انضمام حزب القوات اللبنانية بزعمة سمير جعجع إلى الرافضين للمشاركة في مؤتمر بعبده زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وللجنبلاط فضل إمساك العصى من المنتصف وأوفد ابنه النائب تيمور جنبلاط لمؤتمر بعبده فيما بقيه خارج اللعبة ومن خلال هذه الاستفافات الجديدة تطل ملامح إعادة إحياء التحالفات القديمة على الساحة السياسية ولكن هذه المرة بأبعاد إقليمية ودولية تحالف يتماشى مع وجهة المجتمع الدولي في تحميل محور إيران مسؤولية التدهل الأمني والاقتصادي في لبنان وتحالف تمثله قوى العهد الرئاسي ويسعى إلى إدخال القوى اللبنانية تحت مظلة المحور الإيراني متذرعا بالدعوة إلى السلم الأهلي وتجاوز الأزمة الاقتصادية لكن التوجه الشعبي له الكلمة الفصل في رسم السياسة اللبنانية مستقبلا كما يقول مراقبون ويكاد يجمع الشارع اللبناني حاليا على أن إنقاذ لبنان من أزماته مرهون بمدى سلاخه عن العباءة الإيرانية وتقليم أظافرها السياسية والعسكرية في لبنان ترجمة نانسي قنقر